السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشتغل مع بعض الوحدة التلاتاشر هنتعلم ايه النهاردة؟ هنفهم درجات زوايا الدائرة يلا بسم الله خلينا واحدة واحدة هاجي الدائرة اتفقنا قبل كده انها شبه رغيف العيش فانا لو هاجي هعمل كده فده كده ربع دائرة او ربع رغيف عيش وساعتها الزاوية دي وقف بما يرضي الله عمل حرف L فبقت زاوية قائمة 90 درجة ومعنى كده ان كل الاربع بتاعتنا هنا وهنا 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 كل واحدة فيهم قائمة قياسها 90 درجة شبه الخطان المتعامدين كده طيب جميل لو جبنا نفس الدائرة وقسمناها بالنص ده المركز بتاع الدائرة اللي هو بنقول عليه راس الزاوية النصين دول عبارة عن الجزء ده والجزء ده الجزء اللي على اليمين كأن فيه اتنين قوائم حوائم زاوية قايمة فوق وزاوية قايمة تحت يبقى نص الدائرة مع بعضهم تسعين وتسعين مية وتمانين درجة وده معناه ان نص الدائرة بتعمل زاوية مستقيمة والنص التاني نفس الكلام زاوية مستقيمة يبقى لما اجي اقول لك الدائرة فيها كم زاوية قائمة؟ هتقول لي أربع زاوية قوائم طيب كم زاوية مستقيمة؟ هتقول لي اتنين النص اللي على اليمين والنص اللي على الشمال طيب معنى الكلام ان نص الدائرة يساوي زاوية مستقيمة طيب لو هي جتلي في الاختيارات وما كانش في الاختيارات زاوية مستقيمة انا هاختار ايه؟ قال لك والله دي الزاوية المستقيمة دي هي هي اتنين زاوية قائمة يعني هي هي قائمتين كويس كده؟ طيب تلت اربع الدائرة تلت اربع دي يعني ربع وربع وربع لما تقسمهم لكسور الوحدة فاكر طيب ربع الدائرة الوحدة تسعين والربع ده تسعين والربع ده تسعين يبقى معنى كده ان التسعين دي اتكررت تلت مرات زي الرقم اللي موجود في البسط لما كان بيسألك وبيقولك عدد كسور الوحدة كام كنت بتختار الرقم اللي في البسط يبقى التسعين هتتكرر تلت مرات الصفر هينزل تسع في تلاتة بسبعة وعشرين يبقوا كده امتين وسبعين درجة طيب الدائرة كاملة قد ايه؟ الدائرة كاملة فيها اربع قوائم يعني التسعين هتتكرر اربع مرات الصفر هينزل تسع في أربع بستة وتلاتين قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في سندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تتطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادرت تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس طيب دي الساعة الساعة دي فيها عقارب الساعة الطبيعي بتاعها انها تمشي كده كده احنا ماشيين مع عقارب الساعة لكن لو انا مسكت العقارب دي وفضلت حركها بالعكس يبقى انا كده ماشية عكس عقارب الساعة فلما هيجي السؤال يقول لك الحركة من الساعة 12 للساعة 4 في اقصر مسافة الساعة 12 عشان تتحرك للساعة 4 في اقصر مسافة يبقى هتمشي كده طيب الحركة اللي احنا عملناها دي كانت مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة لا والله يا ميس دي ماشي عيدل زي ما الساعة ما هي ماشية يبقى احنا كده هنختار مع عقارب الساعة طيب لو قال لك الحركة من الساعة 12 للساعة 8 لو سكت لحد هنا فانت مش عارف من 12 ل 8 دي يعني امشي كده ولا امشي كده قال لك بص بقى هو هنا بيقول لك في اقصر مسافة يعني معنى كده ان احنا هنتحرك من الساعة 12 للساعة 8 فاقل مسافة ممكنة فين الاقل مسافة انك تمشي كده دي كده الاقرب طيب لما تمشي من 12 ل 8 كده يبقى انت مشيت مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة لا والله يا ميس دي انا مشيت العكس الساعة ما بتمشيش كده اصلا يبقى انا هكتب عكس عقارب الساعة فهمت حبيبي؟ طيب يجي السؤال يقول لك اكمل ما يلي قياس الزاوية التي تمثل ربع الديرة 90 درجة طب نص الديرة 180 درجة طب 3 ربع الديرة 270 درجة طيب عدد درجات الزاوية المستقيمة 180 درجة طيب قياس الزاوية المنفرجة اكبر من ايه واقل من ايه او الله يا ميس الزاوية المنفرجة دي عدة القائمة يبقى اكبر من القائمة واقل من المستقيمة يعني اقل من 180 درجة طيب قياس الزاوية الحد اكبر من ايه واقل من ايه اكبر من الصفر اتفقنا على الكلام ده قبل كده وأقل من تسعين درجة طيب لو في زاوية عندك قياسها سبعة وتلاتين درجة يبقى نوعها إيه؟ حد أقل من تسعين طب لو مية وتمانين مستقيمة طب لو واحد وتسعين وعتقول لي بقى آه يا ميساس لواحد وتسعين دي كأنها تسعين لا مفيش حاجة اسمها كأنها لو هي تسعين تسعين صريحة تبقى قائمة لكن لو هي واحد وتسعين أو تسع وتمانين حتى لو قريبين قوي من التسعين الواحد وتسعين نوعها هيبقى منفرجة والتسع وتمانين نوعها هيبقى حد مش حبيبي؟ طيب يجي يقول لك الانتقال من العدد اتناشر على الساعة تجاه العدد تسعة فأقصر مسافة ما تلفش من الدائري وبعدين توصل للتسعة لا أقصر مسافة اللي هي فين؟ اهي يبقى احنا كده من الاثناشر للتسعة مش من التسعة للتناشر خد بالك وهنا بيقول لك من الاثناشر لحد ما توصل للتسعة مشيت مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة لا والله يا ميس انا مشيت عكس عقارب الساعة يبقى انا هكتبها طيب لو تحركت من اتناشر لخمسة فأقصر مسافة فين أقصر مسافة؟ كده يبقى انت ماشيت ايه؟ مع عقارب الساعة طيب لو تحركت من ستة لتلاتة قدي الستة وقدي التلاتة قدامك حل من الاثنين لو انت بتدت تتحرك من الستة تمشي كده للتلاتة ولا تلفلها؟ لا والله اقصر مسافة ان انا مشي كده طيب وانت ماشي كده ماشي مع عقارب الساعة يعني الساعة بتمشي كده ولا عكس عقارب الساعة لا والله اميس انا ماشي عكس عقارب الساعة يبقى انا هكتب طيب جميل السؤال اللي بعده يرمز للدرجة بالرمز ايه؟ الدايرة الصغيرة دي طيب جميل سبعين درجة تكتب رمزيا ازاي؟ سبعين وعليها درجة صغيرة طيب جميل يجي يقول لك عندما يتحرك عقرب الساعات من الساعة 12 للساعة واحدة فاقرب مسافة من هنا الهنا يبقى احنا كده عملنا زاوية نوعها ايه؟ اوالله اميس دي صغيرة دي القائمة لحد تلاتة اصلا دي اقل من القائمة تبقى دي كده زاوية حد اكبر من كام؟ اكبر من الصفر واقل من 90 درجة طيب جميل عندما يتحرك عقرب الساعات من الساعة 12 للساعة 5 يبقى كده عمل زاوية نوعها ايه؟ اوالله اميس دي عدة القائمة لسه ما وصلتش للمستقيمة يبقى هنا نوعها منفرجة اكبر من 90 واقل من 180 طيب عند دوران عقرب الساعات من العدد 12 للعدد 9 فعكس اتجاه عقارب الساعة يعني احنا هنمشي بالعكس من 12 للتسعة يعني هنمشي كده فانه يكون قد صنع زاوية نوعها ايه؟ قائمة قياسها كام؟ 90 درجة طيب جميل يجي يقول لك حدد نوع كل زاوية من الزاوية المظللة الزاوية دي اللي رسمتها من هنا نوعها ايه؟ حد طيب الزاوية دي اللي رسمتها كده الكبيرة دي نوعها ايه؟ منفرجة طيب جميل يجي يقول لك ارسم مصاري الشعاع الآخر المكون لكل زاوية للحصول على الزاوية المطلوبة بحيث يكون رأس الزاوية النقطة بيه ايه؟ 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 عايز ايه هنا؟ زاوية حدة وادي الصفر خلي بالك انت دلوقتي عايز تمشي زاوية حدة اقل من 90 بس انت بدي من هنا عشان دي البداية بتاعتك من عند الصفر هتمشي ازاي؟ هتفتحها فتحة صغيرة وتعمل خط كده مثلا طيب عايزين زاوية منفرجة بس خلي بالك البداية من هنا يعني انت هتفضل تمشي 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 الحد هنا دي زاوية قائمة وتقوم معد الزاوية القائمة كده فتعمل زاوية نوعها منفرجة طيب عايزين زاوية قائمة لا الزاوية القائمة بقى دي مش فرقة اذا كنت بدي كده ولا بدي كده هتعمل خط بالطول كده عشان تعمل حرف الال فتبقى دي كده زاوية قائمة مش حبيبي؟ طيب ييجي قولك الزاوية التي قياسها 105 هي زاوية ايه؟ منفرجة طيب خلي بالك بقى من السؤال الجيدة عند الساعة السابعة وخمس دقائق يصنع عقرب الساعة زاوية نوعها ايه؟ وقياسها كام؟ وحدة وحدة فين الساعة؟ ادي الساعة مش عايزين استعجالة الساعة سبعة يعني العقرب الصغير عند السبعة وخمس دقائق يعني العقرب الكبير عنده خمسة كده عملنا زاوية نوعها ايه؟ اه والله دي دي كأن الخط ممدود يبقى دي زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة طيب هل دي بس المستقيمة؟ قالك لا لو الساعة ستة بالزبط يبقى دي برضو مستقيمة لو الساعة وحدة خمسة وثلاثين دقيقة يبقى دي زاوية مستقيمة ما هو دي تلاتين اللي نص ساعة تلاتين دقيقة والعكس لو الساعة سبعة وخمسة طيب تعال نلفهم مع بعض يبقى الساعة تمانية وعشرة دي زاوية مستقيمة أو اتنين واربعين دقيقة دي زاوية مستقيمة طيب تعال نلفهم تاني الساعة تسعة وربع دي زاوية مستقيمة أو الساعة تلاتة خمسة واربعين دقيقة دي زاوية مستقيمة طيب تعال نلفهم تاني أربعة لعشرة زاوية مستقيمة أو عشرة وتلت زاوية مستقيمة طيب تعال نلفهم تاني 11-25 دقيقة زاوية مستقيمة أو 5-5 زاوية مستقيمة فهمتوا عبيبي؟ وطبعا مش محتاجين نقول الساعة 3 بالضبط زاوية قائمة الساعة 3.5 زاوية قائمة الساعة 6-4 أو 9.5 زاوية قائمة والساعة 9 بالضبط زاوية قائمة يجي السؤال يقول لك حدد اتجاه حركة الزاوية المحددة في كل دائرة مما يأتي أول دائرة خلي بالك أنت عندك صفر وعندك 90 مكان الصفر دي البداية فطالما عند الصفر البداية يبقى لحد ما يروح للتسعين هيلف كده طيب هو وهو بيلف كده مشى مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة لا والله يميس ده ماشي كويس زي ما الساعة مشى يبقى ماشي مع عقارب الساعة طيب اللي بعدها فين الصفر؟ ادي الصفر يبقى دي البداية مكمل كده تسعين ومكمل كده مية وتمانين يبقى هو وهو ماشي ماشي عكس عقارب الساعة طيب الرسمة التالتة ادي الصفر اللي هي البداية ماشي للتسعين كده لو انت مش عارف كده مع ولا عكس عقارب الساعة كملها لو كملت كده لا ده كده مشى مع الساعة يبقى هنا مع عقارب الساعة فهمتو حبيبي؟ الدرس ده مهم جدا لازم تذكره كويس عشان هيساعدك في الدروس اللي جاية وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته